هل ممكن تنتج المصيخة على حساب المسلسل أو العكس؟ يعني بنشوف مسلسل ما نجح وشارته بتكسر الدنيا بالمقابل بتلاقي مسلسل شهر كتير ما سمعنا بشارته مثلا خلينا اذكرها المسلسل بما أنه حكينا بالسيري مرة تانية مسلسل واق واق يلي غناه كاظم السهر وكنا عم نحكي عن كاظم انشهرت الأغنية وأخذت ضج كتير المسلسل عرض مرة واحدة بتوقع منعه دي ممكن لأنه ما كتير أخذ هذة ضجة الشارة شالت المسلسل؟ هلأ هي الشارة حاولت تشيل المسلسل بس ما قدرت يعني شوف كمان في قصة خطيرة يعني كمان أوقات إذا كتير الوضع سيء على فكرة هو ما له الوضع سيء يعني مسلسل الواق واق هو مو موضوع سيء ما القصة سيئة ولا الشغل سيء اللي سيء هو أنه هو بعيد بعيد كل البعض عن الناس الناس بده تشيل قريب منه كان بالموسيقى ولا كان بالموسيقى؟ شو المزاج العام اليوم للتيترات للشارات الموسيقية بتحس أنه بتضرب وبتنجح؟ يلي هي بتحكي عن يعني يعني أنت وقدك تعمل أغنية أو تعمل شارة موسيقية لازم تكون دارس حالة الناس بالشارع تماماً اليوم إذا بعمل وطني مثلاً بتحس أنه بيوصل أكتر حاجة اليوم وطني ولا بحاجة شيء؟ والله إحنا ممتلئين بالأغاني الوطنية لكن للأسف ما عم نشوف الوطني هذا الأغاني الوطنية لكن إحنا بالعكس إذا بدك كمية إنتاج الأغاني الوطنية بهدول الخمس سنوات يفوق أعداد يعني بالآلاف المرات اللي كانت تنتج الأغاني الوطنية من الزمان كلحن وككلمات كلحن وككلام لأنه صارت حتى حولنا الأغاني الوطنية للسلعة من حولناها مناسبة فوراً بكتب كلمات وبنزل يعني أي مناسبة بسيطة يعني صلنا كذا وبالبيئات يعني اللي بيرقدوا إنه بي من التيترات يلي كانت لمصلصلات وان شهرت شو لفتك من الشهرات غير لألك؟ والله كتير بالسنوات الماضية بالسنوات الماضية أنا كتير بيلفت نظري مثلاً شغل أستاذ طاهر ماملي أحلام كبيرة مثلاً الانتظار رائع ياد ريماوي عنده كتير شغلات حلوة وضاف كتير للعالم الموسيقى والعالمنا الأستاذ رعت خلاف قامة رائعة يعني تحياتنا إلهم جميعاً طبعاً إيه الأستاذ سعد الحسيني يعني الناس يعني كمان أطفوا كتير على البيئي سمير كويفاتي كمان سمير كويفاتي شوف سمير كويفاتي هو الشرارة من عنده هي انطلاق الشرارة من عنده إيه يعني قامات كلهم بنفخر فيهم إيه طبعاً طبعاً إيه ممكن يصير توارد أفكار بينك أو بينهم هل بيصير اقتباس أو خيان سميع لطش حدا ممكن ياخد جملة موسيقية بنيصاب بسيطة جداً لألك ليش صعب كتير لأنه كل واحد عنده مدرسة كتير صعب الآخر يفوت عليها يعني يعني هنن الشي العبقري عنده أنه كل واحد مختار مدرسة قيمة وعم يشتغل عليها فأنا إذا ما فتت على هاي المدرسة ما لح تشابه معه أكيد أستاذ ردوان يعني بين تأليف وتوزيع وكلمات شارع وموسيقى تصويرية بين 2000 ل2011 عملت المصابيح الزرق عملت زنود الست عملت سيد كاز عملت أيام الدراسة خليه بس هيك لما بيعرف يعرف هالباكراوند هالباكج عندك كامل طالع الفضة تاخد شرقي زمن العار الحصرم الشامي الحوت أولاد الإيمارية بيت جدي ناصر يوم ممتر آخر وظل المرأة يلي كنا عم نسمعها أو لا كنا عم نسمع وشارل هوا هلأ هنسمع ظل المرأة انتقام الوردة رجاها نزار قباني أبو زيد الهلالي رجال تحت الطربوش يعني كم هائل كبير قديش قدرت تختزل الحدوتي والقصة بشارة عمل يعني حضرتك سمعت أو بعرف أنك بتتابع من الأي تو زيد من النص للمخرجين للتمثيل بتروع على الوكيشن كمان تابعون كيف قادر تصيغ بكل مسلسل 30 حلقة تقدم لنا هاي دي الستوري الصغيرة ببداية العمل ما هي الحالة هي أكيد صعبة أنت مثل هون عم تستخرج من مادة يعني عم تستخرج الاختصار طبع تعصر تعصرها يعني تستخرج نهاية الشيء المفيد منه هلأ شوف هاي الحالة هي إلي ارتباط أول شيء بالمخرج قراءة تفكير المخرج هذا كتير شغلة مهمة في ناس كتير تمسك الورق بتقرأ وبتحفظ بس ما تعرف شو عم تقرأ وهاي كتير شغلة مهمة ما بتعرف تقول شو في بين الأسطور ما بتقدر تفهم لقدام إنه شو عم يعني هذا الكلام في ناس كتير هيك على فكرة وما أكثرهم قراءة تفكير المخرج هاي حالة كتير مهمة إليك أنت وتكون قدام مخرج هامة عظيمة مثل مثلا شام شربجي باسمه الكبير تعبان على حاله يعني أيام وسنين دراسة ونقد وأدب وموسيقى أستاذ يعني شيخ الكار فمعاصر هو خريج مصر معاصر محمد صبحي الناس العمالي قال لي على مقعد واحد فأنت هون يعني بدك تعرف فيه تتعامل مع هذا الإنسان هذا عالم صفي فيلسوف ما صفي مخرج تقرأة هذا طريقة التفكير طريقة التفكير كيف تقرأ أفكاره كيف هو تعرف شو وين رايح وبنفس الوقت كمان النص اللي قدامك بدك تعرف كيف تقرأه فيه ناس كتير متل ما قدت لك بترتح النص بتقرأه بتحفظه بتعرف ما فيه أحساس ما فيه أحساس وهذا الشي اللي تعلمته من هشام شوربالجي هشام شوربالجي أهم إنسان يعرف كيف بيراه أهم إنسان بيعرف شو في بين الأسطور وهم إنسان بيقدر يكتشف بين الأسطور شو المعنى وشو المغزى وهذا اللي تعلمته منه الشي الثاني هلأ خلصنا من حالة الفنية اللي هي المخرج والمسلسل والنص الناس اللي بالشارع أنت هذا الشي بدك تاخده تأثقته عن ناس اللي بالشارع يا ترى بيشبهها ولا ما بيشبهها قديش مقدار إحساسك بهاي الناس اللي بالشارع يعني أنا أوقات بتفتل بالحارات بتفتل أوقات بزور قهوة بزور مكان معين وأنا ساكت ما بحكي ولا كلمة يعني وصامت يعني أنا بس عم بتفرج عم بتفرج يعني أنه اللي عم يصير حوالي شو هذا الشي اللي عم يصير حوالي هذا الشي كلهاته هو موسيقى أنا بتخزن عندي أحاديث الناس وطريطهم وكذا لأنه كل إنسان إله نغمة وله طريقة وله عجقة وله يعني أسلوب معين فهذا كلهاته أنا بتخزن عندي فهلا أنا هذا الشي الفني بيجي بسقطه على الناس كيف بدي يكون حقيقي كيف أنه أنت من أول جملة عود بتعشق هذا الشي لذلك أنا بدي أكون كتير قاري أفكارك حتى أعرف شو النغمة اللي أنت بتقدر تحبه اشتركوا في القناة